ترجمة نانسي قنقر وعاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه واهتمامي ودعمي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لقطاع الرياضة والذي أسهم في تطور الرياضة ورفع مستوى الرياضيين والذي انعكس على أحراز النتائج المتميزة في مختلف المشاركات مقدما سموه التهاني والتبركات إلى جلالة الملك المفدة وسموه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة تأهل المنتخب الوطني الأول لكرة اليد إلى مونديال كأس العالم 2023 للمرة السادسة في تاريخ كرة اليد وثمن سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة الجهود المتميزة التي يبدلها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في إطلاق الخطط والاستراتيجيات الهدفة للنهوض بالرياضة والرياضيين والذي ساهم في تحقيق المزيد من المنجزات في هذا القطاع الحيوي وتابع سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة نفخر بالإنجازات التي حققتها كرة اليد البحرينية والتي استطاعت أن تضع بصمات واضحة في مختلف المشاركات والتي عززت من الحضور البحريني القوي على مستوى لعبة كرة اليد قاريا ودوليا مهنئا سموه رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد سعادة النائب علي عيسى سحاقي وجميع أعضاء ومنتسب الاتحاد بهذه النتيجة المشرفة مشيدا سموه بالمستويات الكبيرة التي قدمها أفراد المنتخب في منافسات النسخة العشرين للبطولة الأسيوية لكرة اليد المقامة حاليا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ومتطلعا سموه أن يواصل المنتخب عروضها القوية للوصول إلى أبعد نقطة في هذا التجمع الرياضي والمنافسة على اللقب ترجمة نانسي قنقر